أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن العكيم إنك لمن المرسلين على سراد مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون والسباع عليهم أغذرهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون إنما تنزل من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن للموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلنا صعاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلموا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم ضدهوا لنا مرجمان لنرجمنكم وليمسنكم منا أذاب عليم قالوا طائركم معكم أين يذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة درجل يسعى قال يا قام اتبعوا الموصلين أتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهددون وما لي لا عاقد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني أني شفاعتهم شيء ولا يوقذون إني إذا لبي دلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليد قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا سيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزعون ألم يروا كم أهلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها عبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقين وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ضمده وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق العزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النقاد فإذا هم من فإذا هم مظلمون والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرج القديم للشمس ينبغي لها أدرك الغمر ولا الليل سابق النهار وكل فيه فلك يسبعون وآية لهم أن عملنا ضريدهم في الفلك المشعور وخلقنا لهم في البماء وخلقنا لهم من مثله ما يردبون وإن شع نغرقهم فلا صيخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى عين وإذا قين لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قين لهم اغفقوا مما رزقكم الله قال الذين كبروا للذين آمنوا أن تعم من لو يشاء الله وأدعمه إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما يعصرون إلا سيعدا واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيعدا واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسنا شيئا ولا تجزون إن إلا ما كنتم بعملون إن شعاب الجلد اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في زلالنا للعوائق متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صواد مستقيم ولقد أذلم لكم جبلا كثيرا أبلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا عيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسقون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصغوات فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يوجعون ومن نعمره ننكزه بالغلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حي ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت عيدنا عن عاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركبوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون قد تخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحسن قولهم إنا نعلم لا يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وعنا خلقناه من نتفد فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي الخلق وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العزام وهي غميم قل يحييها الذي أنشعها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على لا أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبعان الذي بيده ملكود كل شيء فسبعان الذي بيده ملكود كل شيء وإليه توجرون صدق الله العظيم